اشتركوا في القناة وقرارات وزارية لتخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية على 156 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة خلال الفترة من شهر إبريل ولغاية شهر مايو 2020 من العام الحالي وأوضح وزير الأشغال أن هذه القرارات تأتي تنفيذا لرغبة السامية من قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الرمية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وأشار الوزير إلى أنه وفقا لقانون البلديات فقد تم تخفيض الرسوم البلدية عن 143 أسرة بحرينية وإسقاط الرسوم البلدية عن 12 أسرة بحرينية وإعفاء أسرة بحرينية واحدة من الرسوم البلدية خلال الفترة من إبريل ولغاية مايو 2020 وبين أن الوزارة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والتخفيث من الرسوم البلدية على المواطنين كما أكد سعارة الوزير خلف أن هناك تنسيقا مستمرا بين شؤون البلديات وإدارة خدمات شؤون المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذا للقرارات الوزارية المذكورة أعلى